اشتركوا في القناة 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 كما تشوفو حول انكم تطلقوها رقيقة لا تستطيع ان تكون غليطة سنقوم بعمل واحد جوج او ثلاثة ونبقى نطيب فيهم غير تتبعوا معي المراحل لان طريقة الطيبتة هي مهمة لان هادو ما كي يدبش وحلو وقت بزاف الطيب ضغية كي يطيبوه وكل اخاوات ممكن انكم توجدوهم وغادي يطيبو لكم بزاف وغادي يقصحوه ما غاديش يبقى ورطبين نشوفوا معي هنا غادي نعطيها دبط طول يعني غادي تجيب حالة الشكل هذا غادي نطيها شوية طول وكي ماشيوا معي العجينة عندي رقيقة ماشي غليطة يعني هدا هو الشكل اللي غادي تحصلوا عليه كيما كتشوفو معايا غادي نصمر حتى غادي ندوز كيما قلت لكم واحد ثلاثة ولا اربعة وغادي ندوز باش نطيبوه وفهدل اثناء انا وبعد ما كنكن دوز واحد ثلاثة غادي نشعل المقلة في الاول غادي نشعل المقلة غادي نخليها تسخن مزيان ومن بعد ما غادي نجين طيبة غادي ننقص النار تكون متوسطة غادي نحسبوه تقريبا واحد ثلاثة ثانية صافي غادي تشوفو بدت الفقاعات بدو كيبانو غادي نقلبوها كذلك واحد ثلاثة ثانية او خبسة ثلاثة ثانية بحالة الشكل هذا كما كتشوفو ديك الفقاعات صافي مباشرة كنقلبوها ها هي كتكون يعني هدا هو اللون دياله ما كتتحمر شي بزاف لان باقي غادي نطيبوها في الانة ديال البانيني او لمثلا اللي ما عنداش البانيني ممكن انها تعملوها في المقلة يعني هدا هو الشكل دياله واهم حاجة اهم حاجة اللي كنوصيكم عليها هي كل واحدة طيبتوها غادي تلويوها مزيان في فوح المينديل وممكن انكم تعملو مينديل ثاني وتغطيوها بالبلاستيك يعني هادي اهم حاجة لانه باش كيرجع لي هاديك الصد دياله وكتبقار طبعا أنا غادي نوريكم هنا يا بعد ما يعني بعد ما بردو تقريبا ضروري هادي العملية هادي مخصوش يضربو مالهواء شوفوا معايا ما كيتقطعوا متى حاجة كي يجيوا لدادين بزف انا غادي نوريهم كاملين تقريبا شوفوا كيفاش عاملين يعني تحكي تحكموا فيهم كيفما بغيتو وممكن انكم تشكلوا بهم الصندوشات كيفما بغيتو يعني ماشي ضروري الشكل اللي عملت انا صافي وضروري غادي نعاود نغطيهم وغادي نعملوا في البلاستيك وغادي ندوزوا دابا للطريقة هنا يا غادي نقلي هاد شرائح دي الدجاج وها عندي الخاص عندي مطيشة عندي البصال هادشي كيبقى اخ سياري شنو ما كان عندكم صفر فالضر ممكن انكم تستعملوا وعندي المايونيز لاصصص لي عندكم ممكن انكم تستعملوها صافي هنا الطريقة عادية غادي نشيو المقلة غادي نعمل فيها شوية دي الزيت يعني هنا يا أنا غادي نعمل غير قليل من الزيت ماشي كنقليو فالزيت يعني غير شوية دي الزيت كي طيبو فيها يعني ماشي كيكون مثلا واحد حمام زيت غازير وكنقليو فيها تشري احد دجاج كما كتشوفوا هذيك لاصوس ديالهم كتبقى فيهم يعني كيجي واحد صندويش رائع بزف صافي كما كتشوفوا الخبيزات كما كتشوفوا كيجيوا على شكل طولي هنا غادي نجيب لاصوس مايونيس ممكن انكم تستعملوا اي صلصة عندكم في الدر غادي نضيفوا الباصل بالنسبة الناس اللي غادي ديوا صندويشات معهم بره ممكن انكم باصل بلا ما تضيفه لان الباصل كيطلق الماء وكيطلق بالخصوص الى كان الصيف اما الى كان فصل الشتاء ماشي مشكلة يعني كيصبر واحد المدة صافي هنا كما كتشوفوا كنضيف الباصل مطيشة مهم اي حاجة عندكم بغيتوا تزيدوها كتزيدوها يعني شي حاجة اللي ما كتعجبكم شي ممكن انكم تحيدوها صافي غادي نجيب واحد صدر الدجاج وغادي نضيف عليهم كذلك الجبل جبل مربع او جبل مدرلة مهم اللي كان عندكم توفار غادي تخدموا به يعني شي حاجة اللي هي سهلة وبسيطة كما كتشوفوا هده هود شكل ديالهم كذلك نفس الشي حتى نسالي كميال اللي عندي كاملة وهنا يا انا غادي نستعمل الالة ديالالبانيني الى ما متوفرج عند الالة ديالبانيني ممكن انها تعمله غايت المقلة يعني تعمل واحد يقطيرة ديالالزيد في فالمقلة يعني فحالي غادي تمسح المقلة وصافي غادي تعمله فيها وغادي تخليها بتحمار بشكيدوه هده لجبل شبن صافيτο فيك وهذا هو الشكل ديالهم يعني شي حاجة اللي هي بسيطة كتوجدوها في المنزل ديالكم كما كتلاحظوا معايا هذا هو الشكل ديالهم كان هذا هو الشكل نهائي ديالهم كنتمنى أنا الفيديو أعجبكم وتبرتجيوا مع الأصدقاء والأحباب ديالكم وإلى اللقاء مع وصفة أخرى إن شاء الله